موسيقى رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقية تسلم رسالة خطية من رئيس دولة بوركينا فاسو موسيقى رئيس الجمهورية يلتقي بالقصر الرئيسي في نواكشوطة بولاة الولاة الخمسة عشر في البلاد موسيقى نواكشوطة تحتضن ورشة تكونية لحفظ وصيانة الأرشيف الوطني منظمة من طرف المندوبية العامة للوذائف الوطنية موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرامي للرابعة من الموريتانية تسلم فخمة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد رشغل أزواني رسالة خطية من فخمة رئيس دولة بوركينا فاسو النقيب إبراهيم التروري جاء ذلك خلال الاستقبال الذي خاص به رئيس الجمهورية صباح أمسي بالقصر الرئيسي في نواكشوطة الوزير المكلفة بالنقل في بوركينا فاسو المبعوذ الخاص لرئيس البركينا بي شرت المقابلة بحضور الوزير المكلف بيدواني رئيس الجمهورية الناني والاشروقة ووزير الإسكان والأمراني والإصلاحة ربي مامادو مامادو نينغا والمستشارين برئاسة الجمهورية عثمان تلا وسيدي والملايزين وبعد اللقاء عرب المبعوذ الخاص لبركينا بي عن امتنان لفخامة رئيس الجمهورية والشعب الموريتاني على كرم الضيافة الذي حظي به والوهد المرافق له وقال إنه سلم فخامة رئيس الجمهورية رسالة شكر وامتنان وأخوة وتضامن من أخيه رئيس دولة بوركينا فاسو على الدعم الذي يقدمه له كل ما احتاج إليه وأخلص المبعوذ الخاص لبركينا بي إلى القول أود أن أكرر مرة أخرى امتناني للشعب الموريتاني وعلى رأسه فخامة رئيس الجمهورية على التضامن الذي أبدوه اتجاهنا التقى فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد رشيخ لازواني زوال أمسي بالقصر الرئاسي في نواك شوطة بولاة الولاة الخمسة عشر حضر اللقاء معاني الوزير الأول سيد المختار ولجاي والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاول محمد لقضفة والوزير المكلف بديواني رئيس الجمهورية النانو والشروقة والوزير المستشار برئاسة الجمهورية محمد عبدالله عثمان ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولمحمد لمين والوزير المنتدى بلدى وزير الداخلية والترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية يعقوبا والسالم فالة والمدير العامة للإدارة الإقليمية ووزارة الداخلية والترقية اللامركزية والتنمية المحلية زايد لذان والفالم أشرافت سيدة الأولى الدكتورة مريا محمد فاضل داها مسامسي بقصر المؤتمرات انطلاق المؤتمر الأول لاتحاد جمعيات القابلات في إفريقيا الفرانكوفورية اجمعوا هذا المؤتمر المتخصصين في مجال صحة الأمهات والأطفال حديث الولادة لمناقشة التطورات والتحديات التي تواجه هذا المشعل بمشاركة ألف مشارك من 18 دولة إفريقية انطلقت أيام المؤتمر الأول لاتحاد جمعيات القابلات في إفريقيا الفرانكوفورية تحت إشراف السيدة الأولى الدكتورة مريا محمد فاضل داها وسيناقش المشاركون في المؤتمر عنوين من بينها إدماجية خدمات الصحة الإنجابية وتباعد الولادات وصحة المواليد الجدد والأطفال والمراهقين والتغذية ذات الجودة العالية وإدماج خدمات التنظيم الأسري وتوحيد جهود القابلات والإسهم بشكل فعال بتحسين صحة الأم والطفل في القارة الإفريقية إن حصول جميع النساء والأطفال حديث الولادة على الرعاية الصحية اللازمة ليس أمراً حيوياً فحسب بل يجب أن تكون هذه الرعاية ذات جودة عالية وشاملة وآمنة وأن يتم توفيرها بكرامة ومسؤولية ومن أجل الحد من موفيات الأمهات والأطفال فقد مكنت سياسات حكومة بلادنا من تحقيق نتائج مهمة نذكر من بينها تعميم التكلفة الجزافية على جميع النساء الحوامل وتخفيض تكلفتها مجانية خدمات الإنعاش داخل المستشفيات مجانية عمليات الرافع بين ولايات الوطن تعزيز قدرات بنوك الدم داخل المستشفيات توفير السيارات الإسعاف التكوين المستمر للتكفُّل بحالة الطوارئ وتوسيع دائرة التأمين الصحي السادة والسيدات أيها الحضور الكريم إننا نسعى لوطع حدٍ نهائيٍ لهذه المعاناة من خلال توفير حزمةٍ متكاملةٍ من الخدمات الصحية الأساسية للأمهات وحديث الولادة والأطفال في كل المناطق من قارتنا الإفريقية وخاصةً المعزولة منها عبر تحسين الوعي في مجالات الصحة والتغذية والنظافة وتعميم التطعيم ضد الأمراض الأكثر فتكًا والقضاء التام على كل أشكال عدم تكافُّء الفرص حتى نضمن توفير الحياة الكريمة لكل أسرة وإدخال الفرحة والبسمة في نفوس أطفالنا ونسائنا رئيسة جمعيات القابلات الموريتانيات أوضحت أهمية ما سيطرح خلال أيام المؤتمر من مشكلاتٍ صحيةٍ وتحدياتٍ تعترض النهوض بقطاع الصحة الإنجابية تواجه القابلات حالياً عوائق كبيرة منعهن من تحقيق إمكاناتهن الكاملة ولسد الفجوات بحلول عام ٢٠٢٠ وهناك حاجة إلى 1.3 مليون عامل جديد خاصةً القابلات خلال السنوات القادمة وذلك لتلبية احتياجات النساء والأطفال حديثي الولادة بشكلٍ فعال وتجذر الإشارة إلى أن معدل التقدم في زيادة معدلات القابلات وتوزيعهن لا يضمن السير بالوترة اللازمة اتجاه تحقيق أهداف تنمية المستدامة خاصةً لهدف الثالث رئيسة اتحاد قابلات إفريقيا الفرانكفونية أتشومي آني أورتانس أكدت ضرورة الاستثمار في تدريب القابلات للتقليل من نسبة الوفايات الناجمة عن الولادات بنسبة 70% على الأقل بصفة القابلات عاملاً أساسياً في حياة المرأة والأسرة بشكلٍ عام مشيرةً إلى الحاجة الملحة للعمل المنسقي لدمج الخدمات الجيدة في الأنظمة الصحية بدوره المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة لغرب إفريقيا سينين هونتون تحدث عن دعم الأمم المتحدة الموجه للعمل الإنساني عامةً ولصحة الأم والطفل خاصة موضحاً ما سيوفره هذا المؤتمر من فرص قيمة لتبادل أفضل الدروس في هذا المجال مما سيعطي حلولاً ملموسةً سيكون لها تأذير إيجابي على صحة ورفاهية النساء والأطفال والمراهقات ويشارك في المؤتمر بالإضافة إلى القابلات أطباء أمراض النساء والتوليد وأطباء الأطفال ومنسق المشارع والبرامج الصحية ومختصون في العلوم الاجتماعية أمرت النيابة العامة بنواكشوط الغربية بفتح بحث ابتدائي من أجل كشف حقيقة وملابسات الأخبار والإشاعات التي تم بثها ونشرها مؤخراً حول حصول وقائع مخالفة للقانون مخالفة للقانون فيما يلي نص بيان النيابة العامة إذ ربث ونشر أخبار وإشاعات حول حصول وقائع مخالفة للقانون وما اكتنف ذلك من تعرض لأشخاص وأماكن وبعد تلقي شكايات من طرف من يرى نفسه متضرراً أمرت النيابة العامة الضبطية القضائية المختصة بفتح بحث ابتدائي من أجل كشف حقيقة وملابسات تلك الأخبار والإشاعات وما نشع عن بثها ويهم النيابة العامة أن تؤكد أن هدف البحث هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية ليتحمل كل مسؤول عن فعل مجرم ومعاقب جنائياً مسؤولية وتبعات تصرفاته وذلك حماية للسكنة العامة وأعراض المواطنين نظمت المندوبية العامة للوثائق الوطنية زوال أمسي فنوكشوطة ورشة تكونية تحت عنوان تعزيز القدرات في مجال حفظ وتسهير الوثائق لصالح مسير الأرشيف الجيوي تهدف الورشة إلى تدارس وضعية الأرشيف الجيوي وسبل حمايته وتطوره وإطلاع مسيريه على التقنيات الحديثة لحفظ الأرشيف المندوبية العامة للوثائق الوطنية تنظم ورشة تكوينية لصالح مسيري الأرشيفات الجهوية تهدف هذه الورشة إلى تشخيص وضعية الأرشيفات الجهوية وتعزيز قدرات ومهارات المسيرين في مجال حفظ وصيانة الأرشيف باعتباره ركيزة من ركائز الهوية والذاكرة الوطنية دعبة الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة على الاهتمام بالوثائق والعمل على سيانتها وعسرنتها ومراجعة إطارها القانوني وبنيتها الإدارية وتعزيز قدراتها الجلوجستية والبشرية كذلك ويتوقع أن تنتهي الأعمال في مقر الأرشيف الممول بشكل كامل من ميزانية الدولة خلال بدعة أشهر بعد أن وصلت نسبة الأشغال فيه إلى أكثر من 70% وقد عملت الوزارة خلال السنوات المادية على تعزيز قدرات موظفي الأرشيف من خلال تنزيم الدورات التكوينية الميدانية بإشراف من خبراء مختلف التخصصات العشيفية وإرسال بعثات تكوين متعددة إلى دول شقيقة لها تجارب رائدة في هذا المجال وتمثل هذه الورشة فرصة لتبادل الآراء وبحث الطرق المثلى لبناء نظام أرشيفي ذي مصداقية وآمن يسهل حصول المراشعين على وثائقهم عند الحاجة وبالسرعة المطلوبة لا خلاف اليوم أنه لا يمكن تصور إصلاحاً إداري فعال وذي نجاعة دون بناء نظام أرشيفي ذي مصداقية وآمن لمختلف أشكال الوثائق والمعلومات بطريقة تضمن التنظيم المحكم للإدارة وتساهم في تسريع وثيرة خدماتها وتضمن الحد الأعلام الشروط الشفافية ونظراً لما يمثله تكوين مسير مصالح الأرشيف الإداري من أهمية بالغة وما يتيحه من مواكبة لمستجدات المجال من تقنيات الأرشف التقليدية إلى نغم المعلومات تسعى هذه الورشة كسابقاتها إلى تحقيق جملة من الأهداف المشاركون في هذه الورشة سيستفيدون من محاضرات نظرية مشفوعة بتطبيقات وتمرينات تتناول تقنيات حفظ الأرشيف وتسيره وقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية وبرنامج الغذاء العالمي أمسي في نواكشوطة مذكرة تفاهمين للتعاون في مجال الأرصاد الجوية وبمجيب هذه الاتفاقية سيقدم البرنامج المساعدة التقنية والمالية للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية لتعزيز قدراتها في تصميم وتنفيذ نظم معلومات مناخية موثوقة التوقيع على مذكرة تفاهم بين بلادنا ممثلة بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز والنقل وبرنامج الأغذية العالمي تهدف الاتخاذ لجراءات الاستباقية للحماية من الكوارث الطبيعية اسمحوا لي في البداية أن أشكر باسمك معالي وزير التجهيز والنقل ممثل برنامج الغذاء العالمي على الجهود التي يقوموا بهالبرنامج من أجل تخفيه الأثار السلبية للتغيرات المناخية على القرى والأرياض والمساعدة في نجاح برنامج الحكومة الهادف إلى تحسين الأمن الغذائي للساكنة كمان أثمن عاليه للدعم الفني والمادي في هذا المجال الذي نشرفه اليوم معكم على انطلاق إحدى أهم مكوناته عبر توقيع المذكرة التفاهم للبرنامج مع الهيئة الوطنية لأرصاد الجوية لما يسمحوا لبلادنا ولبرنامج باتخاذ الإجراءات الاستباقية وكذلك برامج التأمير المناخي التي تهدف إلى الحماية من الكوارث المرتبطة بالجفاف والبيضانات الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في بلادنا علي جون في كلمته بالمناسبة أوضح أن برنامجه سيقدم الدعم التقني والمالي لتعزيز القدرات التشغيلية للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في تصميم وتنفيذ نظم معلوماتية مناخية موثوقة بهدف تطوير أداة لصنع القرار تستند إلى التنبؤات الموسمية في مواجهة الجفاف ومخاطر الفيضانات والمخاطر المناخية الأخرى اتفاقية شراكة جديدة ستحزز من معارف وقدرات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فيما يتعلق بالاستجابة والتعاطي مع التنبؤات المناخية والكوارث الطبيعية انطلقت مساء أمس في نواك شوطة أعمال ورشة عمل وطنية حول استراتيجيات تحسين الديون ترمي هذه الورشة إلى تعزيز الحيز المالي في بلادنا مع إعطاء الأولوية للتغيرات المناخية في إعداد السياسات العمومية بهدف تطوير الاستراتيجيات الوطنية للديون وتعزيز الكذاءة في تسيرها يأتي تنظيم الورشة الوطنية الثانية حول استراتيجيات تحسين الدين والحيز المالي لبلادنا المنظمة من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا خلال العام 2021 نظمت إسكوا بالشراكة مع الأنكتاد أول ورشة عامل وطنية حول استراتيجيات تحسين الديون والحيز المالي هذه الورشة مكنت من تعزيز القدرات في مجال معلومات الدين وتحسين الحيز المالي لتمويل التنوية المستدامة وتمثل هذه الورشة فرصة للمشاركين للاستفادة من خبرات الإسكوا في تطوير استراتيجيات الديون لتحرير مساحة في الميزانية ومن ناحية أخرى ستمكن من تطوير الكفاءة في تسير الدين مما يمكن من القدرة على تعبير تمويل التنمية خدمة للأهداف الوطنية في مجال المناخ والتنمية المستدامة يتميز سياق الاقتصاد العالمي اليوم بحالة من الحروب والنزاعات وزيادة أسعار الغذاء والطاقة وفيما يخص مريتانيا يتفاقم خطر الكوارث الطبيعية النادجة عن طائرات المناخ جفاف وفيضانات تمكن هذه الورشة من تقييم الخيارات المتاحة من أجل ابتكار وسائل الدين جديدة مثل تحويل الدين لصالح أهداف مناخية استندات الخضراء وتنمية سوق استندات الخزينة رئيس مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك بإسكوا محمد المختار محمد الحسن أكد أن هذه الورشة فرصة لمناقشة الجوانب الرئيسة المتعلقة باستراتيجية تحسين الديون بهدف تعزيز المجال المالي لتمويل أولويات التنمية في بلادنا مؤشرا إلى أهمية تنفيذ التوصيات من خلال التعاون مع السلطات والمصالح الوطنية المعنية خاصة بما يتعلق بتطوير برنامج تبادل الديون الذي يمكن أن يدعم البلاد في تحقيق أولوياتها الوطنية المتعلقة بالعمل المناخي وأهداف التنمية المستديمة بدورها أوضحت ليلا بياتري سيحيا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في بلادنا أن تحسين استراتيجيات الديون سيعمل على الموازنة العامة للتنمية مما يتيح فرصة للبلاد للاستثمار في القطاعات الرئيسة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستديمة بالإضافة لتحرير موارد الميزانية وتحسين تمويل الخدمات الأساسية مؤكدة أن ورشة العمل ستشكل منصة لمناقشة السبل التي ستمكن بلادنا من تعزيز ممارساتها في إدارة الديون مع اعتماد استراتيجيات مبتكرة لتعبئة موارد إضافية الورشة شملت عرضا حول أدوات تحليل الديون والاستنتاجات المتعلقة بالتحديات القدرة على تحمل الديون وتمويل التنمية المستديمة في بلادنا نظمت وزارة التجهيز والنقل أم سيف وشوطة ورشة عمل حول عملية الاستمطار في بلادنا للاستفادة من المياه في موسم الخريف الجاري تهدف هذه الورشة إلى تدارس أفضل السبل للحصول على المياه لما لها من أهمية في رسم ونجاح الخطط والاستراتيجيات في مجالات الماء الشروب والري وصناعات والبنية التحتية تهدف هذه الورشة التي تجمع الخبراء في مجال الأرصاد الجوية إلى استعراض ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بعمليات الاستمطار الصناعي وآثارها على البيئة والتغيرات المناخية ودورها في إيجاد مصدر مستديم للمياه وخاصة ما يتعلق بعملية الاستمطار التي بدأت بنجاح هذه السنة والتي ستكون اليوم موضوع هذه الورشة من أجل الإجابة على التساؤلات المرتبطة بهذه العملية والتي قد تشغل بال البعض وكذا من أجل أخذ آرائكم وتطلعاتكم في عين الاعتبار بما يضمن مستقبلاً نجاح هذه العملية التي أضحت وسيلة لا غنى عنها من أجل ضمان الأمن المائي في عصر يتميز بجملة من التغيرات المناخية ذات الأوجه المتعددة والتي يعكف بلدنا اليوم على محاربة آثارها السلبية تعد عملية الاستمطار التي نفذت مؤخراً في عدة مناطق من البلاد خطوة نوعية في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيزها طل الأمطار عن تغيرات المناخية التي أضحت اليوم حقيقة يجب التعايش معها لها دور كبير في تذبب بداية ونهايات موسم الأمطار الذي تقلصت فترته والآخر تحت تأثير نفس ظاهرة نظر لما سبق ذكره وإعتماد بلادنا بشكل وثيق على التساقطات المطرية من أجل تغيير المياه الجوفية والزراعية المطرية وتوفير المراعي والزراعة ما وراء السدود بما أن الأمن المائي يشكل تحدياً كبيراً في الحاضر والمستقبل كان لابد أن تستفيد بلادنا مما لاعز في العلم في مجال الاستمطار تمت تجربة الاستمطار الاصطناعي في بلادنا بالتعاون ما بين الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية وهيئة الأرصاد الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة تمكننا من تنفيذ حتى الآن عشر طلعات جوية ناجحة لعمليات استمطار السحب بالتعاون مع الأخوة في مكتب الوطن للأرصاد الموريتانية وذلك على مناطق مختلفة خاصة التي تعاني من شح المياه والتي تشمل شرق ووسط ولاية الترارزة وجنوبها ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل الورشة شهدت تقديم عروض عن تقنية الاستمطار الاصطناعي والمناطق التي استفادت من هذه العملية والنتائج التي من المتوقع أن تحققها خاصة على مستوى إيجاد حلول تساعد في التعامل مع البيئات الجافة والسيطرة على العواصف الترابية وإخماد الحرائق وإعادة ملء السدود وزيادة مخزون المياه الجوفية اختامنا شراء قدمنا لكم للموريتاني هذه أبرز العنوان رئيس الشمهوري رئيس الاتحاد الإفريقية تسلم رسالة خطية من رئيس دولة بوركينا فاسو رئيس الجمهوري يلتقي بالقصر الياسي في نواكشوطة بولاة الولاة الخمسة عشر في البلاد نواكشوطة تحتضن ورشة تكوينية لحفظ وصيانة الأخشيف الوطني منظمة من طرف المنتوبية العامة للوثائق الوطنية شكرا لكم على متابعتها النشرين ما كنتم وإلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة